السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذه الحلقة ان شاء الله سوف نعمل على حل مشكل عدم القدرة على تغيير شريط المهام او تصغير حجمه او اعادة ضبطه او غيرها من المشاكل المتعلقة بكما قلنا شريط المهام بالخصوص بالخصوص اذا كان شخص ما قد قام بعمل فورماط للجهاز الخاص به ووجد مشكلة في عملية تصغير حجم الخاص بشريط المهام شاء الله في هذه الحلقة سوف اريك كيف تقوم بحل هذه المشكلة فسوف نقوم بالدخول لهذا الملف فانا سابقا وانا المحرر السيجل او ريجيستر بالذهاب الى شريط البحث بهذا الشكل نقوم بالبحث عن ريجيستر ايديتور بهذا الشكل بعد ذلك نقوم هنا على ياس بعد ذلك سوف نقوم باتباع المسار التالي تقوم بفتح هيكي لوكال مشيل بهذا الشكل ثم تختار سوفت وولد ثم بعد ذلك تقوم بالنزول الاسفل حتى تجد نيكروسوفت بهذا الشكل ثم بعد ذلك تقوم بالنزول الاسفل تبحث عن ويندوز ويندوز سوف تجدها في الاسفل بهذا الشكل تقوم بفتح هي بهذا الشكل ايضا سوف تبحث عن خيار الخاص بكوريكتشن تقوم بفتحه أيضا ثم تبحث عن خيار الخاص ب اكسبلور هذا هو اكسبلور تقوم بفتحه أيضا بعد ذلك تبحث عن خيار سوف يضع لك بهذا الشكل هنا سوف تقوم بإنشاء قيمة أو تقوم بإنشاء كما قلنا ملف جديد تختار مثلا ادوارد اثنين وثلاثون بيتي ثم تختار تعطيه قيمة التالية فبالنسبة لنا قد قمت بإنشاء هذا الملف من قبل سوف نقوم عليه بضغطة زر الأيمن هنا سوف تقوم بوضع مثلا صفر على سبيل المثال قمنا بوضع قيمة صفر فإذا قمنا بإعادة تشغيل الحاسوب بضغط زر الأيمن ثم نختار شود دون إعادة تشغيل الحاسوب كما تلاحظون لم يتم تغيير شكل الشريط لذلك سوف نشرح كيف نقوم بحل هذه المشكلة كيف ذلك فبعض الأحيان لا تستجيب هذا الملف الخاص بالريجيستر بالأوامر التي قمنا بتطبيقها لذلك سوف نعمل على تحميل هذا الملف الملف كما العادة سوف أضع لكم رابط أسفل الفيديو قبل تحميل الملف أو قبل فتحه قم بعملية فحص هذا الملف هل يوجد به شيء معين أو شيء من هذا القابل فلا بد أن تقوم بفحص أي ملف تقوم بإدخاله خاصة هذه الملفات الخاصة بالريجيستر يجب عليك أن تقوم بفحصها قبل أن تقوم بتتبيتها أو نقلها إلى الويندوز الخاص بك جيد لا توجد أي تحديدات فالملف كما قلنا نظيف بعد أن تقوم بفك الضغط عليه تقوم بفتح هذا الملف سوف يعطيك هنا مجموعة من كما قلنا ثلاث خيارات الخيار الأول الخاص بتكبير حجم شريط المهام إذا أردت أن تقوم بكذلك فحص الملف هل توجد به أي تهديدات أو شيء من هذا القبيل يمكنك أن تقوم بالنقل على هذا الخيار ثم تختار إيديت بهذا الشكل ثم بعد ذلك تعقوم بالبحث في الملف نفس المصار كما تلاحظون معي هنا ثم تضع لك القيمة الخاصة بالمصار هنا إذا أردت أن تقوم بالحصول على شكل متوسط لأشريط المهام نحن ما يهمنا وهو تصغير حجم الشريط المهام فكما قلت لكم هناك من يعاني من مشكلة عدم تصغير حجم كما قلنا شريط المهام الآن كل معنى كفعله هو أن تختار الشكل الذي تريد لديك ثلاث خيارات كما قلنا خيار الأول تكبير حجم الشريط المهام خيار ثاني تتركه أو تقوم بجعله في الإعدادات الافتراضية يعني متوسط الحجم كما يظهر الآن هنا إذا أردت أن تقوم بتصغير حجمه تقوم بالنقل على بطاقة الزر الأيمن ثم اختار يس بعد ذلك سوف تظهر لك هذه النافذة تختار هنا يس مرة أخرى ثم تنقل على أوكي بعد ذلك يمكنك أن تقوم بالنقل على تقوم بإعدادة تشغيل الحاسوب وسوف يتم تغيير حجم الشريط نذهب إلى إكسبلور بهذا الشكل ثم نقوم بإعدادة وبعد ذلك سوف تحصل على هذه النتيجة إخواني الكرام سوف يتم تصغير حجم الشريط المهام كما تلاحظون معي ويمكنك أيضا أن تقوم بتغيير نفس الأمر إذا أردت أن تقوم بتغيير الشكل إذا إلى من شكل متوسط إلى شكل كبير مثلا سوف نختار المتوسط نختار يس بعد ذلك نختار يس مرة أخرى ثم أوكي بعد ذلك نقوم بغلق الملف ثم نعيد مرة أخرى نقوم بالبحث عن تاس مانجر بهذا الشكل ثم تبحث عن ملف ويندوز إكسبلور هذا هو ويندوز إكسبلور تنقل عليه بهذا الشكل ثم تقوم بعمل ستار تاكست تاسك بعد النقل على كما قلنا سوف تحصل على هذه النتيجة سوف تحصل على الشكل الإفتراضي لأشريط المهام الخاص بك كما تلاحظون في الطريقة والعملية بسيطة جدا كما قلت لكم هذه الطريقة أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم لا تنسوا دائما دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة شكرا لكم على المتابعة إلى حلقات قادمة بحول الله شكرا لكم على المشاهدة